لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل يا حسن أقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المسا مرحب بيكون مازال مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات الناقل العقل وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء الثمانتشر ومازالنا مستمرين في نقل وقائق وأحداث معركة أين الله وعنوان حلقتنا السعودية تكفر المسلمين رسميا شونا في الحلقة اللي فاتت الشيخ جيل صادق بيعتبر الوهابية السلفية مش مسلمين أصلا لأنهم بيثبتوا المكان لله ولازم يدخلوا الإسلام وينطقوا الشهدين وقال إن علماء الهند يكفرون من نسبة لله المكانا والشيخ ابن باز قال أجمع علماء الإسلام أن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق والشيخ وليد السعيدان أكد لنا أن من أنكر علوه الله على خلقه فقد عطل ربوبيته ومن جحد علوه الله على خلقه فقد عطل ربوبيته فكل من زعم أن الله ليس بعالي على خلقه علوه ذات فإنه قاضح في ربوبيته وفي حلقة النهاردة هنوصل إزاي الأشاعرة والسلفية بيفسروا عليه والله وهنشوف مع بعض الشيخ الأشعري جيل صادق وهو بيشرح عقيدة المسلمين اللي هي أو اللي هم 95% نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هذا كتاب إدحاف السادة المتقين بشرح أحياء علوم الدين للإمام محمد مرتضى الزبيدي المجلد الثاني طبع دار الفكر بيروت لبنان في الصحيف 108 يقول الإمام الزبيدي قال ابن القشيري فالرب إذن موصوف بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة منزه عن الكون في المكان انتهى كلام الزبيدي فيما نقله عن ابن القشيري وأقره عليه والحمد لله رب العالمين يعني الأشاعر بيقولوا الرب موصوف بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة منزه عن الكون في المكان والكلام ده يتوافق مع جزء من إيمان السلفية الوحبية بعلو الله وهيشرح الشيخ وليد السعيدان النقطة دي في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض فنؤمن بأن الله عالم بذاته لماذا أقول عالم بذاته بأن أهل البدع يثبتون العلوة لله ولكن علو القدر وعلو القهر وهذا لا خلاف بيننا وبينهم في إثباته لكن الخلاف بيننا هو علو الذات علو الذات فنحن نثبته على الوجه اللائق بالله فنعتقد معاشر أهل السنة والجماعة أن لله علو بذاته أن الله له العلو المطلق بذاته كما يليق بجلاله وعظمته وهم ينكرون هذا وسبب إنكارهم له أن العلو يستلزم إثبات الجغة وزي ما شوفنا الشيخ وليد السعيدان وهو بيقول أن أهل البدع أصده 95% من المسلمين يثبتون لله علو القدر وعلو القهر وأننا متفقين معاهم في الحتة دي لكن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن العلو فحق الله علو ذاته بس 95% من المسلمين اللي هما مش أهل السنة ولا أهل الجماعة مش بيثبتوا لله العلو الذاتي وأنهم عطلوا الله عن رببيته لما بيقولوا كده وأنا دلوقتي أسأل أي عاقل بيسمعني وخصوصا عقلاء المسلمين اللي هما 95% سواء علماء أو عمام اللي يقول إن الله مش رب هل ده مسلم؟ مش عاوز أسألكم أنتوا بتقولوا كده لكن أسألكم هل اللي يقول إن الله مش رب يعني مش بيخلق ومش بيرزق ومش بيحي ومش بيميت هل ده مسلم ولا كفر يعني الوهابية السلفية بتكفر كل المسلمين ونشوف حكم إنكار صفة العلو لله في الفيديو اللي جاي مع الشيخ وليد استعيدان فإن قلت وما حكم من أنكر صفة العلو لله عز وجل فأقول إن كان إنكاره إنكار جحود وتكذيب للأدلة المتواترة فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية وأما إن كان إنكاره إنكار تأويل وشبهة فإنه ينتظر به حتى تكشف عنه الشبهة فإن انكشفت وأصر على إنكاره وجحوده فإنه حينئذ يعتبر كافرا لأنه مخالف للإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة ومكذب للمتواتر من الأدلة كتابا وسنة والله أعلم وطبعا نروح للإنكار الثاني إنكار تأويل وشبهة وهو اللي دايما بيقولوا السلفية الوهابية عن كل اللي يخالفهم أو بعبارة تانية الخمسة وتسعين في المهم من المسلمين وقعوا في جريمة إنكار تأويل وشبهة الشيخ وليدي السعدان الوهابي السلفي بيقول إنه ينتظر حتى ينتظر به حتى تكشف عنه الشبهة والشبهة دي هتكشف إزاي؟ مش من خلال قناعة الفضائية الوهابية السلفية مش من خلال الحوار وخطب الجمعة والبرمج السلفية الوهابية اللي سمعها كل المسلمين أقصد يعني الـ 95% من المسلمين فأكيد الشبهات أو دين الأغلبية العظمى من المسلمين انكشف ومحدش من المسلمين سمع كلامكم ما فيش غير إنكم بتعتبروا كل المسلمين كفار الشيخ بيقول فإنه انكشفت وأصر على إنكاره وجهوده فإنه حينأز يكون أو يعتبر كفر وطبعا كل المسلمين أو الـ 95% منهم لا يؤمنون بلعلوء الذاتي لله والشبهة انكشفت وبينته ومحدش مصدقكم وده هو العجيب في الموضوع إنكم يا سلفية وهابية عارفين إنكم أقل من أقلية حتى كلمة أقلية كتير عليكم كلمة أقلية عاملة لكم يعني شوية وجود وصوت ورأيه والأعجب أو أعجب العجيب زي ما بيقول الشيخ وليد السعدان إنكم عارفين إنكم أقلية أو طائفة زي ما هنشوف الشيخ وليد السعدان هيقول إيه في الفيديو اللي جاية وإن من أعجب العجيب أنه لم يؤمن بهذه الصفة على مراد الله فيها إلا طائفة واحدة وهم آل السنة والجماعة وهي الصفة الوحيدة التي أثبتها الله في النصوص الشرعية بأكثر من ألف دليل والشيخ وليد السعدان يقصد بهذه الصفة صفة العلوي الزتي لله يعني 95% من المسلمين اللي هم الأشعارة ما فهموش أكتر من ألف دليل وأهل السنة والجماعة اللي هم الوحبية السلافية دول بقى هم العباقرة في الفهم والعلم واستنباط أثور الدين وهم الوحيدين اللي فهموا مراد الله والسؤال المهم اللي بيترح نفسه وما البقية المسلمين اللي هم الأشعارة فهموا النصوص على مراد مين وفي نقطة مهمة جدا عاوزة أوضحها أو ممكن أقول إنه اعتراض أنا شخصيا شايفة إنه ممكن يكون بنسبة معينة صحيح يعني ممكن سلف وحابي يقول إن الشيخ وليد السعدان ده لا يمثل أهل السنة والجماعة أو السلفية الوحابية وممكن يكون ده رأيه أو فهمه للنصوص وده فعلا ممكن يكون صحيح إنه بيكفر أو اللي خلفه بناء أنا على فهمه للنصوص نروح لللي رأيه بيمثل السلفية الوحابية خلينا هنروح للشيخ الفوزان واللي بيعتبر من أقطاب السلفية الوحابية وبرضه بيعتبر راجل الدولة يعني دينيا بيمثل السعودية لقد نعود هيئة كبار علماء في السعودية وبرضه عدوا في لجنة الدعوة والإفتاء والإرشاد يعني منصب ديني على مستوى الدولة وطبعا رأيي الشيخ الفوزان في الحالة دي بيمثل موقف الدولة على قل تأدير الموقف الديني ومننساش إن السعودية دينيا تعتبر بلد الحرامين ومركز الإسلام وطبعا قبلة المسلمين ومقصد المسلمين سنوان في الحج كل أيام السنة للعمر ونشوف مع بعض المفاجأ اللي هيقولها الشيخ صلاح الفوزان في الفيديو اللي جاي هل من الأخطاء في العقيدة إنكار علو الله واستوائه على عرشه؟ بلا شك هذا من أعظم ما ينافي العقيدة ويبطل العقيدة لأن من اعتقد أن الله مع الناس وأنه في الأرض وأنه حال في الأرض وفي كل مكان فهذا كافر هذا حلولي حلولي كافر الله جل وعلا أخبر أنه في السماء وأنه استوى على العرش وأنه القاهر فوق عباده فالله جل وعلا في العلو وهو مستوى على عرشه لا بد من اعتقاد هذا ومن نفى هذا فإنه يكون كافرا والسؤال هل من الأخطاء في العقيدة إنكار علو الله واستوى على العرشه؟ جواب الشيخ الفوزان أنه لا شك أن هذا من أعظم ما ينافي العقيدة يعني من أنكار علو خارج عن الإسلام وقالها بصراحة أنه ده يبطل العقيدة لأنه اللي بينكر علو الله بيبقى بيعتقد أن الله مع الناس وفي الأرض وأنه حال في الأرض وفي كل مكانه وده بيبقى كافر وحلولي كافر لأن الله عز وجل وعلا أخبر أنه في السماء وأنه استوى على العرش وأنه القاهر فوق عباده فالله جل وعلا فلالو وهو مستوي على العرشه لابد من أعتقد هذا ومن نفى هذا فإنه يكون كافرا ومعنى كلام الشيخ الفوزان أنه بيكفر غالبية المسلمين اللي هم الأشعرة لأنهم بينكروا علو الله بذاته وبينكروا استوى الله على العرش بذاته وما فيش غير طيفة واحدة وهي الوحيدة أهل السنة وجماعة السلفية الوحبية اللي بيقولوا بعلو الله بذاته على العرش ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة الأشعرة بيقولوا الرب موصوف بالعلو وفوقية الردبة والعظمة منزه عن الكون في المكان والكلام ده يتوفق مع جزء من إيمان السلفية الوحبية بعلو القدر والقهر لكن الخلاف على علو الزيت فأهل السنة وجماعة بيثبتوا علو الزيت والأشعرة سبب إنكرهم أن العلو بيستلزم الجهة والكلام ده قالوا الشيخ وليد السعدان وتأكدنا منه من الشيخ الفوزان اللي قال من ينكر علو الله يبقى بيعتقد إن الله مع الناس في الأرض وإنه حال في الأرض وفي كل مكان فهذا كافر وحلولي كافر لإن الله جل وعلا أخبر إنه في السماء وإنه استوى على العرشه وإنه القاهر فوق عباده فالله جل وعلا في العلو وهو مستوى على العرشه لابد من أعتقد هذا ومن نفى هذا فإنه يكون كافرا وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نواصل معركة أين الله والتقديكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أترد بعقل وإنه يرد بعقل وإنه ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر